السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحوالكم إن شاء الله تكونوا لباس وتكونوا متهنيين أول حاجة الفيديو تاليوم يعني فيديو تحفيزي وثاني حاجة فيديو إن شاء الله تشوفوني وش درت وش خملت لعني راني رايح إن شاء الله رايحة نهبط البلاد رايحة نهبط البسكرى إن شاء الله وتشوفوني وش درت كامل في هذا النهار أول حاجة لبنات يعني نقيت البيت إنتا عيش هم برطي نقيتها بياه من الضفت صرتوا اللبنات كيت تروحوا يعني البلاسة وتخلوا الحالة نقية وكيتولوا وتصيبوها نقية يعني تكونوا وش نقولكم تكونوا حالتكم يعني ما عندي ما نحكي لكم اللي هنا لبنات شوفوا لميت كامل الحوايج اللي رحة نديهم يعني أول حاجة بديت بيهم هما رحة نخمل وانصي جامي يعني يفوت عليها النهار ويفوت ونكونوا نتفكر حاجة نعود نجي رتبها وش رح ندي ندي هذو زوج قناتر ما نشعر فأس كون طولوا ولا ما نطولوش على خطر شكالي مينبا واحد ربع يام خمسية قلت ندي زوج جباب يعني نبدل بيناتهم احنا اللي هي جيت الشرق يعني مش يجيت الشرق يعني يلبسوا مش يمي يلبسوا سي يلبسوا البيجامات يلبسوا مي أنا ما نحبش نلبس يعني قدام على خطر ش يجو عمومي يجو فاميلتنا ما نحبش نلبس بيجامات رح ندي اجبب وهذه البنات هذه شريتها شريتها يعني لأخت زوج تاعي يعني هي ثانيك إنسانة ما شاء الله ولا غير تستاهل إنسانة روعة كما نقولوا حنينة وإنسانة ما شاء الله شريتها لها إن شاء الله تعجبها وعندي واحدة أخرى ثاني أخت زوج تاعي ثانيك شريت لها وقماش يعني ولا غير دقيقة تالية لبنات اللا غالب يعني ولا غير عولت نخيط لها مي اللا غالب يعني دقيقة تالية عولت نروح إن شاء الله بيت لها لكن هو قليت روح يعني نروح اليوم بل اثنين على خط مبعد وليت ما مرقيت شكيفة لبنات باش نخيطوا أنا راح نديه له هكذا وإن شاء الله هي يعني تحبت تديرو دروات ولا تخيطوا درا كومبلي يعني هي تديروش حبت وشريت ثانيك شوية شانبوا وشريت دودورو لبنات شريت ثانيك شو شوية يعني لبنات خوياي ديما يعني كنروحي هبطوا عمتي عمتي تلموا عليا يعني شريت لهم غير هكذا شو شوية وهذه هي لبنات ومبعد لبنات رجعت خملت يعني كامل أموري نظمت أموري يعني جوجت حويجي حويجي المهم قلت لكم ديما نقعد نقعد ونزيد نتفكر سوالح أخرى يعني هكذا وجيت بعد ما كملت نقيت كل حاجة جيت اللي هنا يرشن برت بنتي يعني نقيتها كامل نحيت القوز نحيت المخايد الغلافت على المخايد عودت تركبت كل شنقية لبنات وتقول لكم بشكل روح ونجي نصيب كل حاجة يعني مرتبة قلت لها عاونيني وتشوفوا لبنات كي سمعت بني رانا هابطين وش نقول لكم ثهي غير كل حاجة قلت لي راها أماما وش ندرلك ماما وش نديرلك وش نقول لكم يا يابنات ولا غير صح يعني حليلهم يعني اوا讚 عندهم بثفه عندهم بثفه عندنا تقريبا تقريبا واحد القريب قريب عامي القريب عامي يا ابنة المراوح نش لدينا واحد العام وثمنا شرك ذاك ولا yani يعني ولاه غير توحشنا كم توحشنا نحن توحشنا وهما ثانيك توحشوا وش نقول لكم فرحتهم ما عندي ما أشكي لكم مسحت كل حاجة قلت لكم ايد بايد معايا ولاه غير ايد بايد كل حاجة نخدمها تقلي وش راحة لنخدم المهم تعرفو وش نقول لكم وهذه هي ولاه غير كما نقول لكم الفرحة في المروح هذا قلت لكم فوت كامل على الدار يعني حاجة خفيفة امي متوثني كيت روحي و تقولي كيت سيبي كل حاجة و هزيت كل شلبنت هزيت هزيت طبيات هزيت كل حاجة نخليها الحالة فارغة قلت لكم باش كي نعاود نقولي غير نمسح هكذا غير نعاود حاشكم ندير شوية كما نقولو شوية ماء وصانيب ونش والاخر و جافل و اتيس و نعاود نمسح مسحة خفيفة شوفوا كيف شرتبت كل حاجة رجعتها كل حاجة لبلصتها و افتحت تواقية هوات الحالة كامل يعني شوفوا كيفة و بعد عندي واحد كانوا عندي سرابة ثانيك خصلتهم عاود نظمتهم في هذو هذو سليل يا لبنات يعني ولا غير ملاحي يعني نظمو لكم نظمو لكم نظمو لكي ما نقولو نظمو كل حاجة سرابة اي حاجة و اذا تفودت كامل على الصالو رفدت كامل قلت لكم لبنات رفدت الزرابة يعني تخلوا كل حاجة قلت لكم منقية كي تعودوا تولوا تسيبوا روحكم يعني ما عندي ما نحكي لكم يعني ان شاء الله هنفوتوا هذو الليامات ونقول لكم كامل عطلة سعيدة ان شاء الله تفوتوها ان شاء الله كما نقولو مع فاميلتكم مكيش كلا فاميلة هذيك الملمة هذيك الملمة هذيك الموش نقول لكم يا لبنات والله ما تتعوضش لنا ثاني كنظمت شمبرت أولادي كامل ثاني كرتبت هكما كم تشوفو خرجت كل حاجة قلت لكم كل حاجة ونجري يا لبنات والله اغلال نجري اليوم انها اليوم واحدو عييت 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 عفو ما عندي ما نقولو لكم يعني هكذاك وزا تعونتني بنتي شوية وذراري كما تعرفوهم ما همش ما همش كما همش كما البنات يعني عاونو ولا اه ولا غير ايد بايد مع بنتي ولا غير عاونتني بزاف ولا هنا نحن ننقي البنات ادوش ثانيك راح كما نقولو نغسلو يا البنات قلت لكم يعني دلت واحد بالميناج ما نحكي لكمش ديجا هي اللي كانت تتصور يعني شوفوا يا اما تمسح معايا شوف غير نصور قلت لها نوري لهم برك وش رايح نخدم اليوم هم بعد غير نكوبي اه جي تعاوني يعني وش مقول لكم اليوم درت حالة نقيت كامل قلت لكم درت نتوايج ما عندي ما نحكي لكم وقلت ممتو تصور على اقل تدو كما نقولو تدو فكرة وحتى انتم ما يحكم كما نقولو هذك الحماس هذك تنظو حتى انتم ما تنظموا اموركم يعني قبل ما تروحوا يعني كل واحد يوين يروح عندي جوانين هنا ثانيك هرام يروحوا كل واحد وين يروح يروحوا لبلاد كل واحد وين يروح درت لهم هكذا كما نقولو اه روتين تحفيزي اللي هنا هذا الدوش تاعي لبنات هذا هو الدوش تاعي ها هو يعني اذا كوريته لكم كامل شوفوا وش رايح نديرا فيه هذك اه هنا دايرا سرابة لبنات هذك تليلة زرقة دايرا فيها يعني لمساسك تاع الحواج وكامل اللي هنا يدوزن تاع الشامبوا وكامل وابخي شامبوا وكامل كامل 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 تاع كما نقولو تاع الدوش هذا هو دوش تاعي كامل هذه القصة لبنات عندي قريب خمسة سنين وش نقولو يعني ما عندي ما انبغلكم فيها روعة روعة صح يعني روح تنشري كنت عين شري كوندور بصح ينسحك مادام يعني قلي ا sincer كما دون قللي انا طيب خير مو 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 مقوله هذا السيد هو يبيع في كوندور ولكن هو يبيع في كوندور سخير البنات عندها قريب قريب 5 سنين يعني الحمد لله لا يوجد كامل مشكلة معها وتغسل لي ما شاء الله سلعة تزاير لا يوجد سلعة فرنسا تغسل ما شاء الله سوف ندير لصوب البنات يعني خلطت الخضرة كامل وغلقت عليها وفي لخار درت لها شوية فرماج وماكسيت كل حال خضرة كامل المهم قلت لهم راني عيانة وش نقول لكم عييت البنات عييت على الصح لانه بعد ما وصلتهم مغطيتهم البنات رح نخليهم هكذا مغطيين وحبيت الرد على واحد الاخت يعني على هذك التعليق تحياني كانت علاقات سلبية يا لبنات وش نقول لكم غير حبيت الرد على واحد الاخت يعني كان واحدة قالت لي بلي ريدو تاعك تعتاق درتي للباب ها هو الريدو تعتاق يا اختي العزيزة ها هو الريدو تعتاق تاعي انا ديرته هذو ديره في الزوج عراض فيه يعني العرض تاعو متر ونصف وديرات التاعو شوفيه حاليا حتى الارض هذي كوزينتي لبنات هذه كوزينتي يعني ما فيها والو آآ عادية جدا وهذا هو الريدو يا اخت الاعزيزة هذو الريدو ديرته للباب يعني هذا الريدو ديرته للباب يعني من انذاك يجوني هكذا يعني يجوني يجيني في جيلا يعني يجوني ويكون الزوج تعي يكونولادي في الكوزينة يعني ما عندوش كما نقولو الكوزينة تاعي ما عندهاش باب شوفوا يا اختيل عزيزة حبيت نوري لك شوفوا كيف جاية هذا قلت لكم تاع الباب تاع دايرة توريدوا لباب تاع الكوزينة وهذا شوفي جاي اختي جاي طويل قلت لكم هذا في زوج دايرة زوج مقسومة يعني زي دايرة زوج دايرة التاقة شوفي ولا اهنا يا ها هو الباب لتاع الدخلة حقيها ها هو البيب تاع الدخلة يعني كي تدخل ضيفا ولا اا اه تدخل يقباله تشوف الكوزينة من ذاك يكون زوج تاعي تكماماك يكون ولادي يفطروا وهذه الباب بتاع صالو يعني شاك printشوفوا هنا يا الكوزينة وهنا اا اا هي قلت لكم الكوزينة يعني أنا دايرة غير قصير برق وهنا الصالو شوفوا كيف هذي الصالو هذي كوزينة قلت لكم وهذه الكورور تاعي شوفوا اللبنة يعني وش نقول لكم تقولي سبيطار أنا ديما نقول لهم هذا الروت تاع السبيطار يفكرني ديما في في سبيطار العالية تاع بسكرا وكامل ووصلوا لبنة قلت لكم يعني اخويتها من كل حاجة يعني هرفضت كامل ازرابة وكامل بعد ما كملت كل حاجة لبنة كل حاجة نظمتها ويعني وريقلتها في بلاستها راح نوري لكم هذا التقم تاع البيبي هذا خيطوا لبنات يعني سمحوا لي على بالي تقولوا لي كيف هما وريتي الناش بس ان شاء الله كي نهبط يعني اللبلاد ونقول لي راح نشري القماش ونخيط معكم واحد وتشوفوا الخياطة تاعه قلت لكم خيطوا يعني الخوية يعني زاد عنده مزيو زاد عنده طفل نقولوا بالبارك عليك اخوية يعني كغير كيمة ما عندوش بزاف مينبا عندو واحدة شهر هكذاك نقولوا خوية بالبارك عليك ويتربى في عزك ان شاء الله والعقوبة اه الماخير ان شاء الله الحاجة خلاف ثانيك اه وثانيك خوية واحدة اخر ثاني زاد عندو ثانيك بنيتا يعني عندها تقريبا واحدة ربعة شهر ولا خمسة شهر نقولوا ثانيك خوية ثانيك انت يا ثاني بالبارك عليك حنوني اه يتربوا في عزك من شاء الله شوفوا كيفا البنات درت فيها يعني قلت لكم شوفوش درت فيها يعني جيت شبه بزاف يعني هذ هذ اللون هذا تقدري تديريه لطفلة وتقدري يديريه لطفل شوفوا كيفا راح نغلفهم يعني يعني بعثت وليدي راح جاب لي هذ الكاغت راح نغلفوا كامل ان شاء الله البنات قلت لكم والله العظيم غير كين ان شاء الله هنعود نولي راح ندير لبنات ان شاء الله اول حاجة راح ندير تقم تعكوذينا ان شاء الله بالقماش لبنات بالقماش ونبرتاجيه معاكم ان شاء الله الرمضان ونزيدو اه نديرو بزاف سوالح ان شاء الله مازال ومازال الخير القدام ان شاء الله لبنات ان شاء الله يعجبكم الفيديو تاع اليوم ولا يعجبكم الفيديو ديرو جام وبرتاجو لبنات باش تكبر قناتنا نتلاقو في فيديو اخر ان شاء الله اه دمتم في رعاية الله وحفظه ومع السلامة